يواصل الجيش الوطني عملياته العسكرية برا وجوا في غرب البلاد التي تستادف الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المدعومة من حكومة الصخيرات المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أكد استمرار الضربات الجوية الموجعة على الميليشيات وتمركزاتها وأمكن خروج الطائرات التركية المسيرة في أكثر من موقع على امتداد المحاور والجبهات المختلفة وقال إن سلاح الجو يلاحق بضرباته ميليشيات المرتزقة الفرين من المعركة بمحور العزيزية وقاعدة الجردبية التي تخزن فيها بخائر والآليات وعلى الأرض تستمر الوحدات العسكرية بالتقدم في محاور طرابلس المختلفة وذلك بعد اشتباكات عنيفة شهدتها المحاور الإعلام الحربي صرح أنه سيتم الإعلان عن هذه المواقع عندما يتلقى تعليمات بذلك كما أكد أن القوات المسلحة غنمت عددا من الآليات والأسلحة والذخائر خلال هذه التقدمات من جهة أخرى أعلن الإعلام الحربي قيام مقاتلات سلاح الجو بشن أربع غارات جوية دقيقة استهدفت عددا من المواقع العسكرية بمدينة سيرت وقصفت مواقع أخرى تابعة لميليشيا ما يسمى بفرسان جنزور غربي طرابلس ضربات موجعة تقسم ظهر الإرهاب في كل مكان يتواجدون به ضربات حاسمة تجعل من بقائهم أمر يرتسم في خيالاتهم فقط إنما الواقع يثبت جدارة الجيش الوطني وانتصاراته المتتالية ضد التطرف والإرهاب لقناة ليبيا الحدث ألا عيد ترجمة نانسي قنقر